خليني أراحب سيد السفيرة سوهاجين دي مساء الخيري سيد السفير سيد الوزيرة مساء الخيري فان أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك سيد الوزير أهلا بك الحقيقة أنا تبعت اجتمع حضرتك النهاردة والتيسرات أو الامتيازات اللي حضرتك قدمتيها للمصريين المقيمين في الخارج وده شيء عظيم جدا أحب أن حضرتك توضحه لنا تفضلي ربنا خليك يا فان هو الحقيقة إحنا من ساعة مع حلفة اليومين وإحنا بنحاول إن إحنا نشتغل على الموضوعات الخاصة بالاستثمارات المصريين في الخارج في وطنهم الأم وإنساعدهم على إمكانية إن هما يستثمروا في جميع المجالات في نفس الوقت بنحاول إن إحنا نسعى إن إحنا نديهم امتيازات في مقابلها يتم تزديد هذه الفرق الاستثمارية أو العروض اللي إحنا بنديها لهم في مختلف المجالات يتم تزديدها أيضا بالعملة الصعبة بحيث إن المصريين في الخارج يكونوا متحفزين ومتشجعين على إن هما يسهموا بالعملة الصعبة في مختلف المجالات اللي تعود عليهم بالنفس فيجب المعادلة فيها مصلحة من الجانبيين من جانب الدولة الأم ومن جانب المصري المغترب والمهاجر خصوصا إن هما تموا زي ما حدرتك شايفة بالتحويلات في وقت في أزمة اقتصادية على مستوى العالم كانوا زادت التحويلات إلى مصر لأن هما شاعرين بشكل أكثر أمانا بأن الفياسات السوقية بتاعة مصر فيها بعد رؤية وفيها عمل على تطوير وعمل على دفع وتدعين الاستثمارات بتاعتهم في البلاد وده بيحسسهم برأسة ومن ثم من ساعة من ساعة ما جاءت الحقيقة وإحنا بنشتغل بشكل مكثف على توتراك زي ما بيقولوا أو مصاري مصاري سريع لحضرات كوتيلست حالا بتتكلمي عليه وهو إن إحنا يبقى عندنا محفزات يتم الاستفادة منها دلوقت تمام ففعلة كانت أول المحفزات دي رحت تقابلت مع معالي وزير الصيران المدني واتفقنا على إن يتم دراسة منح المقريين في الخارج محفزات في التذاكر التهيران السنوية أسعار تذاكر التهيران السنوية اللي هما بينزلوا بيها وخصوصا بالنسبة للعائلات إحنا عندنا في الخليج مواطننا هما وعائلاتهم وعائلاتهم كبيرة موجودين وطبعا العملية بقت مكلفة جدا للنزول والطلوع في إطار الأزمة الاقتصادية فيبقى البديل إن احنا نديهم الميزات اللي تحفزهم على إن هما يركبوا الشركة الوطنية كمان يعني مش عايزين نكون في إطار إن فيه منفثة علنية في الأسواء وبقى فيه طيران رخيص وما إلى ذلك إن هما يتناسوا الخدمات اللي بتقدمها الشركة الوطنية وهي واحدة طول عمرها كانت الأكبر في إفريقيا على مستوى القارة الإفريقية وإحنا ما عايزينها تنزل من مكانتها دي أيه فمن ناحية هما يتحمسوا لركوب الشركة الوطنية أينما كانوا ومن الناحية الأخرى الشركة الوطنية سؤالي لحضرتك سيدة الوزيرة العروض اللي حضرتك اتفقت معاها مع وزير الطيران هل بعد التخفيض أو في حالة هذه العروض هتقف أرخص من طيران غير الطيران الوطني؟ حضرتك هتقف أرخص من طيران غير طيران الوطني في الفركات الممثلة لطيران الوطني بمعنى هي حضرتك دلوقتي بقى عندك نوعين من الطيران على مستوى العالم طيران رخيف ده ما بيديكيش أي خدمة خالص لا بيديكي أكل ولا بيديكي شنط ولا بيديكي أي حاجة وتطري أنك تدفعي في كل حاجة بتستخدميها الساندويتش اللي بتكليه على الطيارة بتدفعي ثمانه الشنط اللي بتتخديها معاك تدفعي ثمانه ففي الأسر يواندف بتخرجي من الطيارة دفعة أكثر من الشركات اللي هي عالية المستوى وبتقدم خدمات زي الصيران المصري وزي العديد من شركات الطيران اللي هي محتفظة يعني في النهاية هتقف أرخص بالنسبة له هتقف أرخص من الطيران المماثل المماثل هتقف أرخص من الطيران المماثل اللي هي الشركات المحترمة بجانب إنها بقى بتوفر له خط مباشر لدولته الأم يعني هيركب مفيش ترانزيت بيتكلم عن مفيش بقى يبقى مثلا راكب من إحدى الدول الأوروبية اللي مفيحاش خط طيران مباشر فينزل في فرانكفورت ولا في سارس ولا في كده عشان يوصل للقاهرة فيه خط مباشر بياخدوا من نقطة ايه بيوصل لنقطة زي طيب حضرتك قلت يا فندم حضرتك قلت في الحوار وفي اللقاء إنه ده مش هينزل على الموقع الإيبتروني الويبسايت مش كده بس العالم شغال بفكرة الويبسايت إيه والفكرة أنا سؤالي هم هيعرفوا منين يعني هل هيعرفوا عن طريق السفرات هيعرفوا منين طالما مش موجود على الويبسايت هي حضرتك إحنا بنروج لها بشكل مباشر عن طريق عدد من الحاجات أولا عن طريق السفرات المصرية في الخارج وإحنا قريدي النهاردة بعتنا جواب الوزارة الخارجية وطلبنا منهم دعمهم في أنهم يوصلوا هذه المعلومة لجميع البعثات الدبلوماسية في الخارج ومن خلال البعثات المثالي الجاليات نعم احنا كمان متواجدين كوزارة هجرة على السوشيال ميديا من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي احنا كمان موجودين في الجروبس اللي عملاها الجاليات المصرية في الخارج سواء كانت هذه الجاليات أو كانت متواجدين بشكل فعلي أنا وأعضاء الوزارات وبنروج برضو من خلال هذه الجروب بنروج من خلال الإيميلات اللي عندنا المصريين في الخارج احنا قريدي صدفنا العديد من المؤتمرات فيهم الكثير من المصريين والعلماء والدارسين وما إلى ذلك برضو بعتنا إيميلات لكل الناس نعم فإحنا بنروج بطريقة أورجاني عشان يعرفوا بس عشان يعرفوا المعلوم طيب سيبت الوزيرة لو احنا بنتكلم في تحفيز آخر للمصريين بالخارج كتير أنا يعني بستأذن حضرتك أنه هما حيث أنا بشوف أن طلباتهم ما فيهاش أزمة يعني فكرة أنه فكرة أنه لما تيجي تتكلمي على التصور كده مطلب أساسي للمصريين بالخارج يقولك تحيلي فرصة أن أنا نزل عربية معفاة من الجماعة هل ده مطروح؟ حضرتك أنا 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 متبنية أراء المصريين تختارك في هذا المجال وأنا أورادي عرضة على معالي رئيس الوزراء وقمت بالتواصل مع عدد من الوزراء في هذا الشأن وإن شاء الله نقدر أن نستطيع أن يبقى فيه بريك ثرو في الموضوع ده بس إلا أنا أقدر أقوله دلوقتي أن نحن نسعى جاهدين لتحقيق مطالب المصريين ولازم ننتظر لحد نتيجة العرضنا والدراسة يتم الإعلان عنه أنا مش فقدر أعلن عن أي حاجة في هذا الموضوع وده يعني فيه ملفات تانية يعني طلباتهم معروفة محتاجين أن هم يتعاملوا بشكل طبيعي هنا لما ينزلوا إلى فرص متساوية في المدارس لذا معدلهم حضرتك فرص متميزة في كل المجالات يعني فرص متميزة في الاستثمار العقاري وفي أنه يبقى عنده شق أو يبقى عنده شليه ويبقى عنده كده أنا مع السيد وزير الإسكان عملت قراري بتاعد اجتماعات في هذا الشأن وهو وعدني بأنه يدفع عدد من المشروعات لترويجها من قبلنا وتبقى للمصريين في الخارج فيها شكل من أشكال التمييز نفس الحكاية بالنسبة للموضوع السيارات أنا عملت كذا مقابلة ومعروض على ده مطلب أساسي مطلب أساسي معروض على معالي رئيس الوزراء المقترح وإن شاء الله وعلى فكرة لا يمنع من التفكير الفائلية للاستفادة والطمأنينة لهم أيضا طبعا يا فانس ومش بس كده البنوك المحفزات إحنا حضرتك في مؤتمر الكيانات كان من ضمن المجالات بتاعة المؤتمر المجال الخاص بالاستثمار استثمار المسلمين في الخارج في بلدهم الأم وفي هذا المؤتمر الكيانات صدر عنه توصية بإن إحنا يبقى في شكل من أشكال المحفزات المالية والبنكية التي تدفع بيئة المسلمين في الخارج بأنهم يستثمروا مدخراتهم لأن حضرتك شايفة أساسا العالم معظم وما بقاش بيدي أي نوع من أنواع الفوائد على العمولات الصعبة في البنوك الخارجية وبالرغم من أن في دلوقتي بعض البنوك الدولية الكبرى اللي ابتدت تفكر في أنها تدفع نظام آخر أو الريدي بقى في تغيير في التلوك ما هو سيدتي الوزيرة يعني بالمنطق بالمنطق لو أنا ما لقيتش ميزة موجودة هنا في البلد دي موجودة في مكان تاني طبيعي إن أنا أقول طب ليه؟ طبيعي طبيعي الطبيعي الطبيعي هو ده اللي أنا بشتغل عليه من يوم واحد من يوم واحد حضرتك يعني لو يعني أكيد أكيد حضرتك سامع لأن إحنا ماشيين بشكل ممنهج باريس السيماتيك وبقابل كل الوزراء وبصل إلى قناعات تخدم مصالح المصريين في الخارج لأن دفعاً لنفس مصلحة مصر في أن هي تحصل على العمولة صعبة مصلحتنا كمان في أن إحنا نربط المصريين في الخارج وأبناء الجيل الثاني والثالث والرابع اللي هم زخيرة لنا واللي هم قوة نعمة صحيح إحنا حضرتك مصلحتنا 100% رابطة هؤلاء واضح إن إحنا الفترة اللي جاية حنسمع أخبار كويسة والعائد بتاعها حيبقى سريع لأنه تعامل مع مصريين في الخارج كون إن هم تلبى طلبتهم ده معناه العائد سريع ده يعني ده أسرع استثمار ممكن يكون بيحصل هتابع مع حضرتك واسمحيلي إن نبقى نعرف يعني الموافقات اللي اتخذت بعد لقاء حضرتك مع مع لي رئيس الوزراء ومع بعض الوزراء لطمأنة وتوفير عايزين نقول وتحقيق مطالب المصريين في الخارج بعد إذن حضرتك سيدة الوزيرة بشكرك فانت شرفت بلقاء حضرتك سيدة الوزيرة سوها جيندي وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج